قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه سبحانه 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 لا ضد له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا كفؤ له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأفعال والأحوال بعثه الله جل وعلا بين يدي الساعة بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ولم يقبضه جل وعلا حتى تركنا صلى الله عليه وآله وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة وزكى الله هذه الأنفس الكريمة وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الدين وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع الحبيب المصطفى مع أئمة الهدى ومصابيح الدجاء في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله لا حاضر لأمة تجهل ماضيها ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير وطهر ونور شأن الحاقدين الجاهلين ولقد حاول أعداؤنا بكل سبيل أن يضع الحواجز والعقبات والعراقيل والسدود بين الأمة وبين ماضيها المشرق المجيد حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق وحتى لا تقبس الأمة من هذا الماضي شعلة لتوقد لها من جديد شموس الحياة وحتى لا تستلهم الأمة من هذا الماضي دماء طاهرة زكية لتتدفق مرة أخرى في عروق مستقبلنا وشبابنا وأجيالنا مع أن كل أمم الأرض تعتز بتاريخها بل وتتغنى وتفخر بأبنائها ورجالها وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار أمة نبينا المختار بل بشهادة العزيز الغفار قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فخيرية الأمة كما أكرر ليس الذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولكنها خيرية مستمدة من إيمانها بربها ونبيها مستمدة من حملها لرسالة التوحيد والرحمة والطهر والعفة إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قال رب العالمين لسيد المرسلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نعم أقول بملء فمي وبكل ثقة ويقين لقد أنجبت أمة محمد صلى الله عليه وسلم على طول تاريخها رجالا ونساء سيظل التاريخ يقف أمام سيرهم العطرة وقفة إعزاز وإجلال وإكبار بل وانبهار ومن المحال أن نحصر عدد هؤلاء الأخيار عبر هذا التاريخ لأنهم عمر الزمن ونبض الحياة ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة وأقول قد يكون من اليسير أن نغتطف زهرة يتيمة في صحراء مغفرة لأنها وحيدة لكن من العسير أن تختار زهرة جميلة في حديقة غناء تضم كل ألوان الزهور وتشمل كل أطياف العبير قد يكون من اليسير أن ترى نجمة في السماء تلتمع بالنور والضياء لكن من العسير أن تحصر عدد نجوم السماء فتعالوا بنا الليلة أيها الأفاضل سريعا 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 قبل أن تطارضنا عقارب الساعة لنلقي السمع والبصر والفؤاد أيضا بين يدي صاحب الهمة العلية والنفس الزكية والروح الأبية وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصور في عين العظيم العظائم وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر إننا الليلة على موعد مع نموذج مشرق ومثل مشرف وقدوة طيبة أقدمها لأمتي بصفة عامة ولأصحاب الثروات ورجال الأعمال بصفة خاصة ولشبابنا الذي تكاسل عن العمل بصفة أخص إننا الليلة على موعد مع أحد العشرة المبشرين بالجنة انتبه معي إنه أحد العشرة المبشرين بالجنة إنه أحد الثمانية الذين سبقوا للإسلام إنه أحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه إنه أحد الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب من أهل الشورى إنه بدري من البدريين المباركين الذين شهدوا بدرا وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم بل وفي لفظ اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة إنه من أهل بيعة الرضوان الذين أثنى عليهم الرحيم الرحمن وسطر هذا الثناء والرضى في محكم القرآن فقال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وفيهم قال ربنا جل وعلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم إننا الليلة على موعد مع الرجل العملاق الذي كان في الحرب والجهاد والمشاهد والغزوات كلها بطلا ثابتا وكان في ميدان التجارة رجلا صادقا وكان في ميدان البذل والعطاء والجود والإنفاق نهرا ساريا وكان في طلب العلم وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للتعلم مجتهدا حافظا متقنا إنه قدوة أصحاب الأموال والثروات إنه الغني الشاكر والقانع الصابر والعفيف الزاهد إنه الغني الشاكر والقانع الزاهد والقانع الصابر والعفيف الزاهد إنه السهل السري السمح السخي التاجر الوفي المجاهد الأبي الذي لم يتخلف عن غزوة مع الحبيب النبي إنه المتواضع في هيبة ووقار الكبير الغني الثري في طواضع أخاذ إنه الخاشع البكاء من شدة الخوف إنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه ماذا نعرف عن عبد الرحمن بن عوف عن صاحب كل هذه المناقب وغيرها ماذا نعرف عن الرجل الذي صلى إماما بإمام الأئمة ورسول الأمة ماذا ماذا قلت أخطأت سبق لسانك في هذه الكلمات لا بل أعي ما أقول بإذن الله أقول ماذا تعرفون أيها الأفاضل عن إمام صلى إماما بإمام الأئمة ورسول الأمة هل يعقل هذا أتريد أن تقول لنا في أول اللقاء بأن عبد الرحمن بن عوف صلى إماما برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لم نعرف هذا كنا نعرف أن الذي صلى إماما برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصديق لكن هل أم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة غير أبي بكر رضي الله عنه نعم إنه بطل الليلة إمام الليلة مصباح دجان في هذه الليلة إنه البكاء من شدة الخوف إنه عبد الرحمن بن عوف متى ذلك؟ سنتعرف على ذلك في آخر الحلقة لكنني أردت أن ألفت نظرك لعظمة هذا الرجل الذي سنتحدث عنه الليلة لأنني أعي تماما أن كثيرا من المسلمين لا يعرف البتة شيئا عن عبد الرحمن بن عوف اللهم إلا النذر اليسير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله عز وجل في سنوات خداعات صدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق وأمن فيها الخائن وخوّن فيها الأمين ونطق فيها الرويبضة بل وقدم فيها الرويبضات ليكون القدوة والمثل والنماذج لأولادنا أسأل الله في هذه السنوات الخداعات التي نحياها أن يقيض للأمة من علمائها من يبرز للأمة من جديد قدر هؤلاء الأطهار وقيمة هؤلاء الأخيار ليقدم من خلال سيارهم العطرة القدوة الطيبة والمثل العليا لكل أنحاء الأمة لكل أنحاء أهل الأرض ولكل طبقات الأمة بحكامها وعلمائها وشبابها ورجالها ونسائها إنه ولي ذلك والقادر عليه أسلم عبد الرحمن بن عوف في الأيام الأولى لدعوة التوحيد والإسلام واسمحوا لي أن أنتقل بحضراتكم سريعا لأن السيرة زاكية ولأن البستان عامر حافل بالعطاء بالعطاء المتنوع ستراه في ساحة الجهاد والوغى يحمل السيف ويطعن بالسيوف وتدخل في جسده الرماح والسهام ستراه ثابتا بطلا إذا صمطت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح والسهام على منابر الرقاب ستراه هناك قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتخلف عن غزوة واحدة غزاها رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا ترك ساحة الجهاد ذهب إلى ساحة يحبها من كل قلبه ألا هي ساحة التجارة ساحة التجارة وما أعظمها الآن من ساحة وما أحوج الأمة إليها وإلى رجالها الأوفياء الأمناء الأطهار الأخيار الذين يعرفون قيمة المال والوظيفة التي من أجلها وجد هذا المال في أيديهم كان واحدا من أولئك الذين كانوا أسيادا للمال وما كانوا عبيدا للمال ما كان المال إلها لعبد الرحمن بل كان المال في يده وما كان في قلبه قط كما سنرى وإن ترك ميدان التجارة ستراه هناك ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم يسمع من رسول الله ويحفظ من رسول الله بل إذا اختلف الصحابة في أزمات كبيرة واختلفوا في الدليل الذي يحسم المسألة ما وجدوا هذا الدليل إلا مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أريد أن أجيب على سؤال كبير لكثير من آباء الفضلاء وإخوان الأعزاء من رجال الأعمال ممن يقولون شغلنا المال وشغلتنا التجارة ولا نستطيع أن نوازن بين التجارة وبين البزنس على حد التعبير ولا أحب مثل هذه الألفاظ وبين العمل وبين العبادة وبين طلب العلم وبين وبين ها هو نموذج حي أيها الأفاضل يستطيع أن يجمع بين كل هذه الأمور في صورة فذة مشرقة إنها شخصية المسلم الذي يبدع في كل مناحي الحياة ثم يزداد إبداعه في المجال الذي يحبه ويتقنه وقد هيأه الله عز وجل له بما من به عليه من ملكات وطاقات نعم أيها الأفاضل أسلم عبد الرحمن بن عوف مع بدايات الدعوة نعم بل قبل أن يدخل النبي دار الأرقم بن أبي الأرقم يا الله نعم قبل أن يدخل النبي دار الأرقم ليدعو سرا إلى الله جل وعلا كان عبد الرحمن بن عوف قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله على يد صديق الأمة الذي كان كما قلت زهرة حقيقية من خلق رب البرية لم تحبس عن الناس أرجها وعطرها وما كان الصديق قط زهرة صناعية لا تحمل من عالم الزهور إلا اسمها بل لما من الله عليه بالإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله انطلق يبحث عن أصحاب الفطر السوية والقلوب التقية النقية والعقول الذكية ليعرض عليها توحيد رب البرية بكلمات سيد البشرية صلى الله عليه وسلم فعرض الصديق الإسلام على عثمان بن عفان وعلى طلحة بن عبيد الله وعلى الزبير بن العوام وعلى سعد بن أبي وقاص وعلى بطلنا الليلة عبد الرحمن بن عوف أرجو أن تتصوروا معي يا سادة أن هؤلاء الذين بشرهم رسول الله بالجنة سيأتون يوم القيامة في ميزان أبي بكر الصديق بكل مناقبهم وأعمالهم كما ستأتي الأمة كلها وعلى رأسها الصديق في ميزان المصطفى من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر مثل أوزار أو آثام من تبعهم لا ينقص ذلك من آثامهم أو من أوزارهم شيئا الدال على الخير كفاعله فهؤلاء الخمسة من العشرة المبشرين بالجنة بكل أعمالهم في ميزان صديق الأمة يوم القيامة كما ستأتي الأمة وعلى رأسها الصديق في ميزان المصطفى صلى الله عليه وسلم فكم من عمر قلت آماده وكثرت أمداده وكم من عمر كثرت آماده وقلت أمداده ولا حول ولا قوة إلا بالله فأنا لا أعرف عمرا أبرك ولا أعظم ولا أشرف ولا أزكى من عمر الحبيب المصطفى ولم لا وقد أقسم الله به أي بعمره فقال جل وعلا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أسلم عبد الرحمن بن عوف على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وراح يسابقه الشوق ويسابق الزمن بين أدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف لينطق شهادة الحق وقولة الصدق وهو يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ومن هذه الساعة بعدما ظهر خبر الدعوة الجديدة نال عبد الرحمن بن عوف ما نال إخوانه من الأذى والاضطهاد والتعذيب وتحت وطأة هذا الألم اضطر إلى أن يهاجر وهو الشريف في قومه إلى الحبشة كما كان حال إخوانه الذين تكلمنا عنهم من قبل رضي الله عنهم جميعا ثم عاد إلى مكة وتحت وطأة العذاب وشدة الألم اضطر عبد الرحمن رضي الله عنه أن يهاجر مرة أخرى إلى الحبشة ثم عاد بعد ذلك ليهاجر إلى المدينة النبوية المطهرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتدبروا معي لتقفوا على هذه الطبيعة الفذة شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحزاب أو الخندق شهد مع النبي الغزوات كاملة حتى الحديبية لم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله قط لكن الرجل رضي الله عنه قد منى الله عز وجل عليه بملكات فذة وملكات فريدة وتتجلى عظمة المربي والمعلم والرسول الأعظم والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في أنه استطاع أن يضع كل صحابي في المكان الذي يناسبه بقدراته وطاقاته التي أودعها الله عز وجل فيه فما كلف النبي صحابيا بما ليس فيه من طاقات وقدرات ولذلك أبدعوا في مجالاتهم وأماكنهم وهذه هي عقلية القائد والمربي ناهيك عن عقلية رسول من عند الله سبحانه وتعالى فهو رسول ورجل حرب ورجل سياسة ورجل دعوة ورجل عبادة ورجل إنساني من طراز فريد إلى آخر هذه العظمات والصفات التي أودعها ربنا في شخص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نعم استطاع عبد الرحمن بن عوف أن يبدع في مجال لم يقتحمه جشعا ولا طمعا ولا احتكارا ولا حرصا وإنما وهو يعتقد أنه يؤدي من خلاله رسالة تحتاج إليها أمته ويحتاج إليها دينه نعم لا أقل من شأن المال فالمال عصب الحياة ولا تستطيع دعوة من الدعوات أن تقوم إلا بالمال ولا يمكن لحضراتكم على الإطلاق أن تتابعون في مثل هذه الحلقات إلا بمال ولا يمكن أبدا أن تستطيع الأمة أن تدعو أهل الأرض بعزة وكرامة واستقلالية وإباء إلا إذا استقلت اقتصاديا عن سائر أهل الأرض فلن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا قام عبد الرحمن بن عوف ليبدع من أول لحظة دبت فيها قدماه على أرض المدينة المطهرة في مجال يحبه في مجال يتقنه ألا وهو مجال الأعمال ألا وهو مجال التجارة فمن بديع ما قرأت ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لما قدمنا المدينة خلي بالحظ لتك لما قدمنا المدينة يعني بعد الهجرة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري والله يتخلب لكم من هذا الحديث والله لولا أنني على يقين مطلق أنه في أعلى درجات الصحة لظننت أنني أتحدث عن مثل لا يمكن أن تحدث في عالم الدنيا ولا يمكن البتة إلا أن تكون في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر نعم لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري فعبد الرحمن بن عوف مهاجر من المهاجرين وسعد بن الربيع أنصاري من الأنصار الأطهار الأخيار الذين فتحوا قلوبهم وعيونهم قبل أن يفتحوا أبواب دورهم وبيوتهم لإخوانهم من المهاجرين رضي الله عنهم جميعا يقول عبد الرحمن آخى النبي بين وبين سعد اسمع ماذا قال سعد بن الربيع ذلكم الشهم الرجل الكريم السهل يا عبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين نصفين ولي امرأتان ولي زوجتان ولي زوجتان إيه لا عندي دي صعب أوي تب المال ماشي ممكن النفس الزكية تستطيع وتقدر على ذلك لكن رجل رجل عربي غيور فجاء الإسلام فزاد غيرته وزاد رجولته وزاد شهامته ونخوته ماذا يقول يقول ولي زوجتان فانظر أعجبهما إليك قبل أن تتنزل آيات الحجاب فانظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها يا الله يا الله يا الله هل سمعت هذا؟ هل تصورت في دنيا البشر أن يقع مثل هذا؟ هؤلاء من رباهم؟ آه يزول العجب إذا علمت أن الذي رباهم هو المصطفى وكفى الذي رباهم هو دين الله جل وعلا على يد من رباه الله على عينه ليربي به الدنيا بأبي وأمي وقلبي وروحي ولي زوجتان فانظر أعجبهما إليك سأخرج إليك المرأتين انظر إليهما من تعجبك؟ أطلقها يا إلهي فإذا انقضت عدتها تزوجتها فماذا قال العفيف؟ ماذا قال الشريف؟ ماذا قال الأبي؟ ماذا قال الوفي؟ ماذا قال التقي؟ ماذا قال النقي؟ ماذا قال الزكي؟ ماذا قال السهل السري؟ ماذا قال السمح السخي؟ ماذا قال عبد الرحمن ابن عوف قال يخيه الحبيب سعد بن الربيع بارك الله لك في أهلك ومالك نعم إن العظائم كفؤها العظماء بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق أريد أن أقف مع هاتين الكلمتين دلني على السوق عبارة أسوقها لشبابنا ولأولادنا ممن حبسوا أنفسهم سنوات طويلة ينتظرون العمل المناسب لن يأتيك العمل المناسب بل اخرج وابحث عن عمل حلال عن عمل شريف وقل قولة عبد الرحمن دلني على السوق أين السوق أريد أن أكسب رزقي بيده لا أريد أن أمد يدي لأحد من الخلق يعطيني أو يمنعني ما دمت قادرا على العمل وعلى البذل وعلى العطاء دلني على السوق قال عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق فدله سعد بن الربيع على سوق بني قينقاع فذهب عبد الرحمن رضي الله عنه فباع واشترى وربح وبعد أيام يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر سفرة أي عليه أثر الطيب فيقول له عليه الصلاة والسلام مهيم مهيم يعني ما شأنك أشم عليك رائحة الطيب إيه الموضوع فقال له تزوجت يا رسول الله مرأة من الأنصار قال وما سقت لها قال سقت لها نواتا من ذهب نواتا من ذهب فقال عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاه اجعل وليمة لإخوانك وأحبابك ولو قدمت له شاة أولم ولو بشاه أيها الأفاضل دلني على السوق مبدأ يسنه لنا ديننا ويؤكده لنا نبينا ويترجمه لنا ترجمة عملية إمامنا الليلة وبطلنا ونصباح دجانة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الذي تعفف عفة تحاكي عفة نبي الله يوسف والذي أعطى سعد بن الربيع عطاء يحاكي عطاء نبي الله سليمان نعم أو نبي الله محمد سأقسم مالي بين وبينك شطرين ولي زوجتان أمر عجب وقد يئنه الآن كثير من أحبابنا وإخواننا وأخواتنا من الفقراء ويقولون رحم الله زمان سعد بن الربيع أين من يعطي عطاء سعد بن الربيع والجواب يا إخوة وأين من يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف والله ما وجد سعد بن الربيع بعطائه إلا في زمن عبد الرحمن بعفته وكرمه وحيائه نعم في زمن العطاء وجد أهل العفة وفي زمن العفة وجد أهل العطاء لا أقلل من قدر عطائهم لا ولكنني كما أمتدح عطاء سعد أمتدح عفة عبد الرحمن بن عوف العمل رسالة في حلقة الليلة لو لم نخرج من الحلقة إلا بها لكثى أرسلها لرجال الأعمال وللشباب العاطل عن العمل الذي جلس ينتظر العمل المناسب الذي يتفق مع شهادته أو مع مكانته الاجتماعية أو وضعه المرموق لا يا أخي الحبيب ابحث عن أي عمل ولو لم يكن مناسبا لك حتى يهيئ الله لك العمل المناسب حتما إن صدقت الله صدقك من جميل ما قرأت أن شقيق البلخي وهو رجل تاجر صاحب تجارة كبيرة وكان في ذات الوقت عابدا زاهدا أراد أن يخرج لتجارة فمر على أخيه العابد الزاهد إبراهيم بن أدهم ليسلم عليه وصافحه ودعا له إبراهيم بن أدهم وسافر شقيق البلخي وبعد أيام دخل شقيق على إبراهيم بن أدهم فقال له إبراهيم أولم تسافر للتجارة يا شقيق قال بلى ولكنني في السفر أخذت جانبا في الطريق لأستريح ليلة فرأيت عجبة قال إبراهيم وماذا رأيت قال رأيت طائرا أعمى كسيحا في خربة فنظرت إليه وتعجبت وقلت كيف يرزق هذا الطائر الأعمى الكسيح يقول ولم يطل الوقت وإذ بطائر يحمل في منقاره رزقا وجاء ليطعم هذا الطائر الأعمى الكسيح في عشه قال فتعجبت وقلت لنفسي أو يرزق الله هذا الطائر الأعمى الكسيح ولا يرزقني أنا فقررت العودة وألغيت التجارة فقال إبراهيم بن أدهم عجبا لك يا شقيق ولماذا رضيت أن تكون الطائر الكسيح الأعمى ولم ترضى لنفسك أن تكون الطائر القوي الذي يأتي بالرزق للعميان والمقعدين لماذا رضيت لنفسك هذا الكسل وهذا القعود لماذا قبلت أن تمدادك حتى ولو لأبيك ما دمت قادرا على العمل وقادرا على البذل والعطاء دلني على السوق كلمة عبد الرحمن بن عوف أرجو أن نجعلها شعارا لنا أرجو أن يرددها شبابنا الذين يجلسون على الشوارع والطرقات على النواصف الشوارع والطرقات أرجو أن نردد معا هذه الكلمات دلني على السوق ابحث واسعى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وكأن الله جل وعلا قد جعل الأكل من الرزق نتيجة وثمرة طيبة للضرب في الأرض والسعي والتوكل عليه والأخذ بالأسباب وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال الله جل وعلا وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون نعم أيها الأفاضل دلني على السوق وبالفعل استطاع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في مدة وجيزة جدا أن يحقق ثروة طائلة بالحلال جمع من الحلال وأدى حق الكبير المتعال أعجب غاية العجب حينما أقرأ في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي وفي غيرها من كتب التأريخ والتراجب والأعلام والسير أن عبد الرحمن بن عوف كانت قوافله التجارية تنزل إلى المدينة في أوقات متقاربة جدا ترج المدينة كلها رجة ويسمع أهل المدينة بخبر قوافل عبد الرحمن تأتي تارة من مصر وتارة من الشام وثالثة من اليمن تحمل لأهل المدينة ما لذ وطاب من الطعام والشراب والثياب نعم يرون في قوافل عبد الرحمن بن عوف ما لم يروه من قبل وما لم يسمعوا عنه من قبل لقد حمل عبد الرحمن بن عوف على خمسمائة فرس في سبيل الله جل وعلا وحمل على خمسمائة راحلة في سبيل الله جل وعلا وأعتق في يوم واحد ثلاثين عبدة هذه هي الغاية من المال في دين عبد الرحمن وفي معتقد عبد الرحمن بن عوف المال عنده ما كان إله وما كان هو عبدا للمال بل كان سيدا للمال عرف الغاية من المال ووظف المال توظيفا يرضي الله جل وعلا أنفق المال كلما أكرمه الله ووسع الله عليه وحول التراب بين يديه إلى ذهب من البركة والسعة لا أقول التراب بذاته يصر ذهبا بل من كثرة الأرباح وكثرة الغنى كأن التراب انتاجر فيه عبد الرحمن يدر عليه أرباحا كالذهب هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء لكنه كلما ازداد غنى ازداد تواضعا لله جل وعلا وازداد بذلا وسخاءا وانفاقا وعطاءا لقد أنفق على أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أربعين ألف دينار والحديث رواه الإمام الطبراني بسند رجاله ثقات من حديث أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول إنه لا يحنو عليكن بعده إلا الصادق البار إنه لا يحنو عليكن بعده إلا الصادق البار تقول أم سلمة رضوان الله عليها فكنت أدعو لعبد الرحمن بن عوف وأقول اللهم اسقي عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة لأنه أنفق على أمهات المؤمنين أربعين ألف دينار بل في رواية أربعمائة أربعمائة ربعمائة ألف دينار من الذهب أنفقها على أمهات المؤمنين إكراما للنبي الأمين إنه لا يحنو عليكن بعده إلا الصادق البار يحمل على خمسين خمسمائة فرس لينفقه هذا كله في سبيل الله ثم يحمل على خمسمائة بعير لينفق كل هذا في سبيل الله ثم يعتق ثلاثين عبدا في يوم واحد في سبيل الله هذا هو المال عند عبد الرحمن وهذه هي الغاية فالمال يا أهل المال أسأل الله أن يوسع عليكم بالحلال الطيب المال ظل زائل وعارية مسترجعة المال ظل زائل وعارية مسترجعة لا تحتكر تجارة ولا تحتكر المال فالمال ليس لك ليس ملكا لك بل أنت مستخلف عليه بل أنت مؤتمن عليه المال مال الله وواهب المال لك هو الله ورازقك بهذه الأموال هو الله فلا تنسى فضل الله عليك لا تنسى فضل الله عليك ولا تقل قولة قارون إنما أوتيته على علم عنده بل قل قولة سليمان ذلك من فضل الله هذا فضل الله عليك ليبلوك ليختبرك أتشكر أم تكفر أتشكر نعمة الله جل وعلا أم تكفر نعمة الله جل وعلا عليه قال الله سبحانه وآتوهم من مال الله خل بل حضرتك من القرآن وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وقال جل وعلا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالمال مال الله وأنت مستخلف فيه أيها الغني الثري التقي أنت مستخلف في هذا الفضل الذي تفضل به عليك الرب العلي وقال جل وعلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض الآية فالله جل وعلا يرث الأرض ومن عليها وأنت لا تملك شيئا على الإطلاق بل أنت مؤتمن ومستخلف على هذا المال الذي من الله به عليه ولو عدت إلى الوراء عشرين أو ثلاثين سنة وقيل لك تخيل أو احلم ما تخيلت عشر ما أنت فيه من فضل الله عليك الآن فلا تنسى فضل الله عليه وأنت الآن في شهر العطاء وفي شهر الجود وفي شهر الإنفاق فتعلم من عبد الرحمن بن عوف أنفق على الفقراء أنفق على من لا يجدون العشاء أنفق على من لا يجدون الكساء أنفق على من يبيتون ورب الكعبة يتلون في فروشهم في فروشهم من الجوع كنا لنصدق هذا حتى رأينا ذلك بأعيننا على شاشات الفضائيات في كل أنحاء الأرض فأين أهل المال الذين يحتكرون التجارات ويحتكرون الصناعات ويحتكرون الأموال ويعتقد بعضهم أن المال أن المال إله يعبد فقبلته وكعبته وإلهه المال تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار وأنفقه مما جعلكم مستخلفين فيه فأنت مستخلف ومؤتمن طيب المال رب العزة أضافه لنا أضافه لنا آه انتبه ونسب الله جل وعلا المال لنفسه ثم نسبه لنا في مواضع أخرى من القرآن الكريم للابتلاء والاختبار من ناحية وللتشريف وللتكريم من ناحية أخرى نسبه لنا تكريما وتشريفا وابتلاء واختبارا فقال جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة فنسبه لنا من باب التشريف والتكريم ومن باب الابتلاء والاختبار قال الحبيب المختار صلى الله عليه وآله وسلم الذي ربى عبد الرحمن على هذا المعتقد وعلى هذا الفهم الدقيق الصحيح لحقيقة المال قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رأى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وأحدثكم حديثا فاحفظوه إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلم مالا وعلم فهو يتقي فيه ربه أي في ماله وعلمه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حق فهذا بأفضل المنازل أي عند الله جل وعلا وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان أي من أعمال البر والخير لأطعمت فقراء المسلمين لأطعمت فقراء الصائمين لبنيت المساجد لرب العالمين لأنفقت على طلبة العلم المحتاجين لأنشأت فضائية بلغات أهل الأرض لتبلغ أهل الأرض دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت وفعلت رجل آتاه الله علما ولم يؤته المال فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان أي من أعمال البر والخير قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجره ما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو خبيث النية لا يتق فيه ربه نعم لا يتق فيه ربه يعني في المال ولا يصل فيه رحمة ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو خبيث النية يعني لا مال ولا علم ولا نية طيبة يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان أي من أعمال اللهو والفسق والفجور والمعاصي قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فوزره ما سواء فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة ولا تعبد المال ولا تحتكر المال ولا تحتكر الوظائف والصنائع والبضائع وإنما أنفق ينفق عليك الغني يا ابن آدم أنفق 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 عليك يا ابن آدم أنفق أنفق عليك إن أنفقت أخلف الله لك النفق لأنه الشكور الذي يشكر صنيعة من قدم المعروف لخلقه وعباده سبحانه وتعالى ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل ملكان فيقول الأول اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا والحديثان السابقان في الصحيحين رواهم البخاري ومسلم وغيرهما اللهم أعطي منفقا خلفا والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا فعبد الرحمن بن عوف ومن على شاكلته ممن يحصلون من الحلال ويؤدون حق الكبير المتعال هؤلائهم أهل الغبطة نعم قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال فيهما قال ورجل آتاه الله المال لا حسد إلا في اثنتين والحسد بمعنى الغبطة بمعنى الغبطة وليس بمعنى تمني زوال النعمة عن الغير لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ورجل آتاه الله المال فهو ينفقه آناء الليل والنهار قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه فقال صلى الله عليه وسلم فإنما له ما قدم ومال وارثه ما أخر فمالك الذي تنفقه الآن حبيب في الله أما ما تتركه لورثتك بعد موتك فهو مال الورثة ستسأل عنه أنت بين يدي الله من أين جمعت وستسأل عنه بين هذه الله أيضا لماذا لم تنفق منه لماذا لم تؤدي فيه حق الله تبارك وتعالى النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها هي القناعة فالزمها تكون ملكا لو لم تملك إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تتصدق بشات ذبحت يوما فلما عاد إليها قال ما بقي منها قالت رضوان الله عليها ما بقي إلا كتفها فقال صلى الله عليه وسلم بل بقي كلها غير كتفها والحديث روى الترمذي وغيره بسند صحيح ما أنفقت ما بذلت في حياتك هو الذي يدخر لك عند الله جل وعلا روى مسلم في صحيحه وغيره من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن آدم مالي مالي الأموال والنفقات والعمارات والأطيان والعقارات والأراضي والأرصده مالي 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 وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت يعني فأبقيت عبد الرحمن بن عوف يوسع الله عز وجل عليه من أصناف المال فيحمل على الخيول والبعير لينفق في سبيل الله جل وعلا نعم عرف الغاية وعرف الوظيفة فأنفق يا من من الله عليك بالمال أنفق ولا تبخل ولا تبخل فيقتر الله تبارك وتعالى عليك وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم فلتتعلم الأمة الآن الدرس في وقت نرى فيه الآن في الأمة من يموتون جوعه ومن يتدورون جوعه ومن لا يجدون مصاريف المدارس لأولادهم ومن لا يجدون مصاريف الملابس بل والطعام والدواء لأولادهم ولا لأفسهم وهناك من أتخم من الأموال نرى قصورا فارهة إلى جوار أكواخ لا ترى وهذا يملأ القلوب بالحقد والغل والحسد والحسد والله جل وعلا عدل جعل الأغنياء والفقراء وفضل بعض الناس على بعض في الرزق لكنه جعل للفقراء حقا في أموال الأغنياء لو أخرج الأغنياء هذا الحق ما وجدنا بين أظهر المسلمين فقيرا واحدا لكن شاء ربي أن يجعل هذا التفاوت وإلا لو خلق الله الخلق جميعا أغنياء ما وجدت رجلا يصلح لك ما تحتاج إليه في بيتك أو في مصنعك أو في مزرعتك أو في الشارع أو في الطريق فهي حكمة الحكيم الخبير جل جلاله عبد الرحمن بن عوف يقول من أول لحظة دلني على السوق ويتاجر بشرف وأمانة لا يعبد المال بل كلما ازداد المال وازداد الغنى ازداد خوفا من الله جل وعلا وازداد بذلا وإنفاقا وسخاءا وعطاءا ومع ذلك أيها الأحبة أقول لأن الوقت يزحف بسرعة إن من أعظم وأجل مناقب عبد الرحمن بن عوف أن يصلي إماما بإمام الأئمة ورسول الأمة صلى الله عليه وسلم يا لها والله ممن قبه ففي غزوة تبوك والحديث رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول المغيرة انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصبح ليقضي حاجته وأنتم تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها كان إذا خرج لقضاء حاجته انطلق بعيدا بعيدا حتى لا يراه أحد من الناس في الجيش فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الصبح ليقضي حاجته ففطن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كانوا غاية في الذكاء وغاية في الفهم وغاية في الأدب وغاية في الحب مع حبيبهم رسول الله فحمل إداوة أي إناء فيه ماء وانتظر حتى يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكان الذي انطلق ليقضي فيه حاجته يقول المغيرة فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم صببت على يديه من الإداوة أي من الإناء فغسل يديه ثلاثا صلى الله عليه وسلم ثم غسل وجوه ثلاثا فلما أراد أن يغسل يديه لم يستطع أن يخرج يديه من كمي جبة كان يلبسها صلى الله عليه وسلم فأخرج يديه من أسفل الجبة أخرج ذراعيه من أسفل الجبة فغسلهما ومسح على خفيه يقول المغيرة بن شعبة فلما رجعت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا الناس قدموا عبد الرحمن بن عوف ليصلي بهم إمامه فأدركت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة فلما سلم عبد الرحمن وسلم المسلمون وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتي بالركعة الفائتة أو السابقة كبر المسلمون فسبح المسلمون وفزعه وظل يقول سبحان الله سبحان الله يعني رسول الله يصلي مأموما خلف عبد الرحمن بن عوف سبحان الله سبحان الله فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الركعة الأخيرة التفت إليهم وقال أحسنتم أحسنتم وفي رواية أصبتم يقول المغيرة يغبطهم على أنهم صلوا الصلاة في وقتها ربما يقول بعض إخواننا وأحبابنا الآن من الأئمة إذا دخل متأخرا ووجد إماما قد تقدم عليه ربما يغضب وربما ينفعل وربما يحدث مشكلة ويقول لماذا أقمت الصلاة قبل أن أدخل خلاص هننتظر حضرتك لصلاة الضحى ما دمت قد تأخرت فليتقدم أي أحد لست أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بعض إخواننا تصوروا أنها السنة السنة أن تذهب إلى الناس في وقت الإقامة وأن لا تشق على الناس كما كان يفعل رسول الله فإن تأخرت لسبب فلا حرج عليه فليتقدم أي أخ من إخوان لليصلي بالناس حتى لا يقع الناس في المشقة والعنة والعرج هكذا قال المصطفى أحسنتم وفي لفظ أصبتم بل وفي وقت الأزمات أيها الأفاضل كان الصحابة إذا اختلفوا وبحثوا عن الدليل وجدوا الدليل عند عبد الرحمن بن عوف الرجل الذي انشغل بالجهاد وانشغل بالتجارة لم ينشغل عن العلم لم ينشغل عن ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للسماع منه وللتعلم منه أذكر نموذجا واحدة ومثالا واحدة فلما خرج عمر بن الخطاب والحديث في الصحيحين إلى بلاد الشام استقبله أو خرج إليه أجناد أمراء الأجناد خرج إليه أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه ردوان الله عليهم وأخبروا عمر أن الطاعون قد وقع ببلاد الشام وهنا وقف عمر ردوان الله عليه عمر الذي أجر الله الحق على لسانه وقلبه قال لابن عباس أدعو لي المهاجرين فدعا له ابن عباس المهاجرين فأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام واستشارهم فانقسموا إلى فريقين اختلفوا قال فريق رجعت خرجت إلى أمر ونرى أن لا ترجع حتى تدركه وقال فريق آخر لا ينبغي أن تقدم بالناس على الوباء فقال ارتفعوا عني يعني انصرفوا ثم قال لابن عباس أدعو لي الأنصار فدعا له ابن عباس الأنصار فسلك الأنصار سبيل المهاجرين انقسموا إلى فريقين فريق يقول ندخل إلى بلاد الشام وفريق يقول لا لا ندخل لا ندخل إلى بلاد دخلها الطاعون أو نزل بلاد طاعون فقال ارتفعوا عني ثم أمر عمر بن الخطاب بن عباس وقال ادعو لي الشياخ قريش من مهاجرة الفتح فجاءوا إليه فاستشارهم فلم يختلف عليه منهم رجلان وقالوا نرى أن لا تقدم بالناس ولا بأصحاب رسول الله على الطاعون أو على الوباء فقال عمر إني راجع فارجعوا فقال له أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة ولنا وقفة مع هذا الأمين العملاق الكبير قال يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله فقال عمر لو قالها غيرك أبو عبيدة وكان عمر يكره مخالفة أبو عبيدة لو قالها غيرك أبو عبيدة نعم يا أبو عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله يعني نفر من قدر الله في البلاء إلى قدر الله في العافية ثم قال أرأيت أرأيت لو كانت لك إبل ورأت أرضا فيها عدوتان أو عدوتان بضم العين أو بكسرها مكان وادي مكان في الوادي أرض خصبة وأرض جدبة أرأيت إن رعيت إبلك الأرض الخصبة ألم ترعى فيها بقدر الله وإن رعيت إبلك الأرض الجدبة ألم ترعى فيها بقدر الله فبينما هم كذلك وإذ بعبد الرحمن بن عوف يقبل وكان متغيبا لبعض حاجته فقال رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف إن عندي من هذا علم سمعت رسول الله الله أكبر لم يسمع عمر لم يسمع أبو عبيدة لم يسمع مشايخ قريش من مهاجرة الفتح لم يسمع كبار الصحابة من الأنصار عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون في أرض ولم تدخلوها فلا تدخلوها وإذا وقع الطاعون في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فكان أول من أصل قضية الحجر الصحي هو النبي صلى الله عليه وسلم انصح هذا التعبير وقبل الرحيل بشهر واحد أيها الأخيار ينام عبد الرحمن بن عوف على فراش المرض ويغشى عليه ويغشى عليه حتى ظن أهل البيت أنه قد مات ثم أفاق فكبر فكبر أهل البيت الله أكبر الله أكبر فقال عبد الرحمن هل غشي علي قبل ذلك قالوا نعم قال رأيت رؤية أتاني رجلان فيهما شدة وغلظة وقال لي انطلق لنحاكمك فلقيهما رجل آخر فقال أين تذهبان به قال لنحاكمه فقال عبد الرحمن بن عوف فقال الرجلهما لا إنه ممن كتبت لهم السعادة والمغفرة وهو في بطن أمه الله ثم عاش بعدها شهرا ولقي ربه إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم ونحن نزعم نصر الدين مجانا أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا عاشوا على الحب أفواها وأفئدة عاشوا على البؤس والنعماء إخوانا الله الليل يعرفهم يبكون في وجل والحرب تعرفهم في الخط بفرسانة والله يعرفهم يبكون في وجل والناس تعرفهم للحق أعوانا رضي الله عن عبد الرحمن بن عوف وجزاه الله عنه وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وجمعنا به مع إمام الهدى ورسول الهدى النبي الأعظم والرسول الأكرم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا من هذه الحلقة العظة والعبرة والدرسة إنه ولي ذلك والقدر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته